بيان مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الذي توجى أشغال الاجتماع المنعقد في 21 من أبريل حول التغيرات المناخية والسلم والأمن بإفريقيا يشجع الدول الـ 54 العضاء في المنظمة الإفريقية على مواصلة دعم وتيسير عمل اللجان الإفريقية حول المناخ التي تم إنشاؤها خلال مؤتمر كوب 220 الذي احتضنتهم والراكو السنة 2016 من أجل تسهيل تنفيذ اتفاق باريس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي أكد أيضا على ضرورة تقاسم الدول العضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية التجارب والمعارف وأفضل الممارسات في مجال التصدي للإعكاسات السلبية للتغير المناخي فضلا عن تطوير تعاون أكثر فعالية بين الكيانات المحلية والوطنية والإقليمية من أجل ضمان تنسيق أفضل للجهود الرامية للتخفيف من هذه الإعكاسات وأشار مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في بيانه إلى أهمية تنفيذ اتفاق باريس حول التغيرات المناخية للتقلس من مخاطر الكوارث داعيا البلدان الإفريقية لانضمامه إلى القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل التوفر على قدرات وطنية فعالة لمقاومة التغيرات المناخية لسيما في مجال الفلاحة وتطوير البنيات التحتية الذكية على المستوى المناخي وأكد المجلس مجددا على أن عملية النزوح المرتبطة بالمناخ أصبحت مشكلا كبيرا يزيد من تفاقم التوترات في عدد من البلدان الإفريقية إلى جانب الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال وفي هذا الإطار دعا البيان الصادر عن المجلس السلم والأمن للتعاد الإفريقي إلى التعجيل بحماية اللاجئين وإحصائهم فضلا عن حماية حقوقهم الأساسية المغرب الذي كان ممثلا في هذا الاجتماع بوفد يقوده السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لذي الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابع للأمم المتحدة محمد عروشي دعا إلى حماية وتحديد وتسجيل اللاجئين والنازحين المتأثرين بالتغيرات المناخية في إفريقيا وليتنفيذ القرارات التي تطالبوا بضمان الطابع المدني لمخيمات النازحين واللاجئين وحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال